الأديب الصغير أقام نادي الأدب مسابقة في القصة القصيرة للصغار شارك باسم فيها وفاز بالرتبة الأولى كرم النادي باسما وفي حفل توزيع الجوائز وقف باسم ليتسلم جائزته ثم أخذ يحكي قصته قائلا في الثالثة من عمري كنت أنصت للحكايات الرائعة التي ترويها جدة الحنون وكنت أشاهد القصص المصورة التي تشتريها لأمي كل شهر وفي الرابعة من عمري كانت تروي لأمي حكايات ناقصة لأكملها ما أروع تلك الأيام الجميلة وأنا في السابعة من عمري كنت أقرأ قصص الأطفال المكتوبة وأشارك أصدقائي وصديقاتي في تمتيلها على خشبة المصرح بمدرسة العزيزة في شهر فبراير من كل عام كنت أذهب مع أسرتي إلى معرض الكتاب بمدينة الدار البيضاء لشراء القصص والكتب والأقراص المدمجة كبرت وكبرت أحلامي الجميلة وكتبت أول قصة قصيرة شجعني أبي وأمي على كتابة قصص أخرى أما أستادي فقد طلب مني أن أنشرها في مجلة الحائط المدرسية جدي هو من أخبرني بمسابقة نادي الأدب بذار التقافة لاختيار أفضل قصة للأدباء الصغار شجحتني أسرتي لأشارك في المسابقة قدمت طلب مشاركتي مرفوقا بمساهمة القصصية بعد أسبوع اتصل بمدير المسابقة وأخبرني أنني حصلت على المركز الأول ووجه لي ولأسرتي الدعوة لحضور حفل توزيع الجوائز أنهى باسم حكاية قصته وقف الجميع مصفقا للأديب الصغير وهو يعانق أفراد أسرته أقام نادي الأدب مسابقة في القصة القصيرة للصغار شارك باسم فيها وفاز بالرتبة الأولى كرم النادي باسما وفي حفل توزيع الجوائز وقف باسم ليتسلم جائزته ثم أخذ يحكي قصته قائلا في الثالثة من عمري كنت أنصت للحكايات الرائعة التي ترويها جدة الحنون وكنت أشاهد القصص المصورة التي تشتريها لأمي كل شهر وفي الرابعة من عمري كانت تروي لأمي حكايات ناقصة لأكملها ما أروع تلك الأيام الجميلة وأنا في السابعة من عمري كنت أقرأ قصص الأطفال المكتوبة وأشارك أصدقائي وصديقاتي في تمتيلها على خشبة المصرح بمدرسة العزيزة في شهر فبراير من كل عام كنت أذهب مع أسرتي إلى معرض الكتاب بمدينة الدار البيضاء لشراء القصص والكتب والأقراص المدمجة كبرت وكبرت أحلامي الجميلة وكتبت أول قصة قصيرة شجعني أبي وأمي على كتابة قصص أخرى أما أستادي فقد طلب مني أن أنشرها في مجلة الحائط المدرسية جدي هو من أخبرني بمسابقة نادي الأدب بذار التقافة لاختيار أفضل قصة للأدباء الصغار شجحتني أسرتي لأشارك في المسابقة قدمت طلب مشاركتي مرفوقا بمساهمة القصصية بعد أسبوع اتصل بمدير المسابقة وأخبرني أنني حصلت على المركز الأول ووجه لي ولأسرة الدعوة لحضور حفل توزيع الجوائز أنهى باسم حكاية قصته وقف الجميع مصفقا للأدب الصغير وهو يعانق أفراد أسرته